رأي كيف أداء أشرف بن شارقي الفتر أخيرا معزّاك؟ لا في فرق شاسع طبعاً من السنة اللي فاتت والسنة دي وبان على أشرف بن شارقي في البطولة بتاعة كاس العرب في منتخب المغرب مفيش أي حي خالص لدرجة الراجل يعني معليش كانوا أغدوا في كاس قوام مش محطوط في الأسكوات يعني يعني من أكثر اللعيبة اللي حصلت على انتقادات من الجمعية المغربية وقت البطولة العربية كان أشرف نعملش حي خالص يعني بصراحة يعني فبتتكلم على السنة دي بن شارقي كان يعني لو فائي كسبك طبعاً فأي ماتش السنة اللي فاتت بس هل ده معناه إنه أشرف بن شارقي في أي حالة من الأحوال يبقى موجود على الدكة؟ لا اه انا يعني اتمرنت مع مدربين أجارب كتير جداً في ناس زمالك هو الطبيعي إن هو مدام اللعيب ده لسه عقده شغال المدرب بيفضر يعني يستفيد منه لغاية آخر يوم في عقده انت عندك بيحصل العكس دلوقتي في ناس ده لك بيحصل العكس ما عرفش ليه أول ما اللعيب يخش في فترة تجديد طبعاً فيها مشاكل مية في المية انت بتلاقي حاجات كتير أصدامش مركز أصدامش طبعاً وليزم مش هاركز طبعاً وانت دي له كافرينج إنه انت موجود معايا وموجود في الاسكوات انت راجل من رجالتي وهو هيموت نفسه الغاية آخر يوم وهو راجل محترف خلاص هو مش عايز هيمشي عايز هيبدل موجود معايا لكن انت هتقعد انت مستوىك وحش وانت مش عايز تمدي طب انت مش عارف كذا طب ده راجل من راجل راجع من كاس العرب ما عملش بطولة كويسة وارد فكورة وبعد كده منتخد مغرب ما شاركش طبعاً ياخد فترة شو عاماً ما يخش وفي نفس الوقت عن تكديد وليه فلوس قديمة وليه قصص كتير فالموضوع ما عارف انت لأ وانا كمان عادو احتياطي وهو راجل من أهم من ناس الفرقة فموضوع مش صح شايف الزمالك مستوى له ايه الموسم ده؟ سواء في الدولة او في دول الأفضل انا شايف الزمالك لازم يعني بالبلد يلم نفسه بسرعة لان ممكن الزمالك ما ياخدش حاجة استنيده لو فضل كده خالص طبعاً واول حاجة للملفات تجديد لازم تقفل كلها كلها دولة الزمالك قالت انها مش تتكلم في مصير كارترون الا بعد مباراة الوداد حيسس ان كارترون مكمل ولا وهي ده نفسه تطريحة بالنسبة للمدرر بمشكلة لا ايه هم بسرع يعني عشان ابقى امين يا هوا الناس كلها ما تضغط جمالي ازنا مالك يا جماعة كارترون مش مش مركز كارترونية مش كارترون مش شايف ايه فالناس قالوا ان احنا نركز بس الاول في مباراة الوداد في ديء في ديء في الوقت يعني مظبوط بص يا كريم انت اقتري في الاول ايه انت واحد دوري هوا ميلي خادت دوري كارترون مكارترون اجي انا امشي بعد اربع خمس مرشات هو مش هيه معلش نفس القصة المسلماني يعني مسلا المسلماني بيتكلم في تجد يعني انا اخدت كل حاجة ازاي مش اجدد او ازاي مجددت يعني فهم هي نفس الحزبة فانت ما دلوقتي تقول انا هحزبه بعد مرش الوداد يعني همشيه يعني لو اتغلب او اتعادل همشيه هي بمعنى اصحة كده فكلام كله ضغط كله مشاكل وانت مش محتاج الاستقرار استقرار في اي حاجة بقى يا اداريا يا فنيا المحفوظ الاتنين بس انت دلوقتي اداريا خلاص الراجل دلوقتي عارف لو في اي حاجة هيمشي اه فعشان كده بقولك يا ريت ماتش الوداد ده ان شاء الله بإذن الله بصراحة بصراحة كابتان احمد على قياسك بكثة اشرف بن شرقي ما انا معايا كارترون وانت عقدك ساري وشغال بغض النظر عن اي امور جانبية عقدك ساري وشغال مايشتغل كويس ان هو كارترون برضو هو اللي غريب هو اللي بقى له فترة ما عنده مشكلة مش هو ليس ما حدش مسك يعني لما حد يمسك ممكن ساعتا نتكالب انه اصلي مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان لكن دلوقتي انت في الملعب ورجلك في الملعب ومعاك تشكلتك ومعاك اللي حصلات بتاعك ورغم كده في مشكلة في قراراتك انت معاك قوات جامل جد وقراراته يعني هو اكيد محدش قال له مسلا في الملعب سجراء دا العب ثلاثة وراء صح واللي هي كاية غريبة يعني وما جابتش نتيجة فهي بس هي دي النقطة اللي في قصة كارترون اللي انا مستغربها منه بصلاحهم درب كبير واحنا الاتنين نتفق على ده غريبة يعني غريبة جدا ومش مفهومة وفي توقيتات غريبة يعني هو بيعمل الكلام ده في توقيتات غريبة يعني لو يعني زي ما انت كنت بتقول في الاول يعني انت المطش الاولاني وقع منك المطش التاني نفس القصة المطش التاني تبقى بتقلف خالص فالراجل اللي عنده مشكلة كبيرة جدا هو لغز بقاله فترة كبيرة جدا ها طبعا لغز بقاله فترة كبيرة جدا انا مش هقولك انه هو بيعمل كده عايز يمشي لكن هو هو مش مركز هو مش مركز طبعا زي وزي يعني هنقول لي عيبها مش مركزة طبعا هو مش مركز برضو فني اه ممكن